المغربية التكافول هي الوليدة ديال الشركة الأم اللي هي المغربية للحياة اليوم مدرنا المغربية التكافول في المغربية التكافول ومن بعد ما أخذنا المصادقات ومن بعد ما أخذنا الإدم باش أننا نمارسو تأمين تكافول في المغرب في شهر مارس ومن بعد ما دار الأمان اللي هو الموزع رسمي ديالنا أخذ الموافقة ديال الكافس منذ أسبوعين الآن الآن إحنا بصدد الشروع في توزيع المنتوجات المنتوجات غادي تدوز على ثلاثة ديال المراحل المرحلة الأولى اللي هي الحاجة الماسة ديال الزبناء ديالنا هي تغطية ديال المخاطر ديال الوفاة والعجز لأن عدنا أعطينا 6500 ملف ديال المرابحة اللي ما مغطيش اليوم بالتأمين إذن من لازم أننا نصرعوا في الواتيرة وأننا هاد تغطية هذين مكنوا الزبناء ديال اللي واخدين المرابحة ديالهم باش أنهم يكونوا مغطين من حيثوا الوفاة والعجز هذي كمرحلة أولى هذي الآن آنية دابة واحد تلت شهور ست شهور إن شاء الله غندوزو للمنتوج الثاني اللي هو التغطية ديال المخاطر ديال البنايات نعمل شي ريسك أبيتاتيون أو باتيمان وثالثا عاد ما غندوزو للمنتوج الثالث اللي هو ديال الاستثمار اللي مريم نقول لكم هما جوج ديال النقاط أساسية هو أن السوق اللي حنا بصداده اليوم سوق ناشئ تأمين تكافوري نعمل هذا الفرصة باش ننشكر ونهن السلطات المالية وبالأخص السيس ونجلس العلمي الأعلى وهي هذه الاحتياط الاجتماعي ومراقبة تأمينات الكابس على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها باش اليوم عدنا واحد المنظومة فيها واحد المناخ اللي كيمكننا من مزاولة هاد القطاع بصفة إيجابية وخاصة باش ننكونوا واحد المناخ ديالتقى مع الزبناء ديالنا ده النقطة الأولى وثانية هي نقولكم بلنا نحنا كمجموعات ديال الشركة العامة المغرب غادي نستفدو من جميع العلاقات اللي عنا مع المنجهة مع المغربية للحياة وغادي نغتنمو غادي ناخدو جميع التجارب والمهنية والتجارب اللي كتجعل منها فعال أساسي في قطاع التأمين بالمغرب من جهة من جهة تانية غادي نواكبو ونزيدو نطورو نتائج الجد إيجابية اللي حقتها دار الأمان كان في دار التمويل التشاركي لأنها اليوم كانت تحتوي على 15% ديال السوق ديال تمويل ديال العقار وبالتالي نحن ندير كل ما من شأنه أنه يجعلنا التحنة كمغربية التكافل أننا نتمو قعوب في نفس المرتبة وربما أحسن لما لا إن شاء الله شكرا 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 شكرا